من طرق الوقاية المهمة برضو تعويض الطفل على الجلوس على التواليت يعني أن الطفل يدخل الحمام وطبعا ده بيبقى في الأطفال أكبر الحكاية دي بتحصل لو عملناها بشكل روتيني بعد الفطار مثلا الصبح وقبل النوم طبعا أنا هنا بكرر أن أتكلم على الأطفال اللي أتموا عملية التدريب خلاص على مهارة التحكم في التبرز والتبول يعني بعد عمر ثلاث سنوات ونصف طيب دلوقتي عايزة نبه برضو حضراتكم بقى بعض الأخطاء الشائعة في التعامل مع حلات الإمساك وعلى مدار الحلقة اتكلمنا عن بعضها زي مثلا زي ما قلنا استخدام اللبن البقري في علاج الإمساك وقلنا أن ده غلط والضغط على الطفل في عمر قبل سنتين لتعلم مهارة التحكم الإراضي في التبول والتبرز وقلنا برضو أن ده غلط والحقيقة أن الضغط على الطفل في تعلم المهارة دي غلط حتى بعد عمر السنتين لأن ده مهارة بتاخد وقتها يعني تمام؟ وقلنا كمان أن من الأخطاء الشائعة عدم تشجيع الطفل على التبرز بشكل منتظم خصوصا الأطفال اللي تمسك نفسها الفترات طويلة قلنا كمان أنا بفكركم باللي قلنا من الأخطاء الشائعة قلنا كمان أن من الأخطاء الشائعة جدا في التعامل مع حلات الإمساك عدم تشجيع الطفل على شرب الميا وتقديم الألبان ومنتجتها خالية الدسم للطفل برضو كل ده غلط وعدم الاهتمام بالمحتوى الغذائي للطفل أنه يكون غني بالألياف الطبيعي كل اللي أنا قلته ده قلناه طيب أخيرا برضو قلنا إعطاء الطفل الحديد بدون مشهورة طبية غلط وزي ما قلت في ناس فكرة أن الحديد وكالسيوم ده مقدس لا كل حاجة لها هدف ولها سبب ولها مشهورة طبية ما تديش حاجة لطفلك فيتامين أو غيره من غير ما ترجع للدكتور هنكمل بعد الوقت مع حضراتكم باقي الأخطاء الشائعة وعلى رأسها على رأس هذه الأخطاء الشائعة الإفراط في استخدام لبوس الجلسرين خلينا نتفق أن لبوس الجلسرين مركب دوائي بيستخدم في علاج الإمساك لكن بشرطين الشرط الأول أنه يكون بعد مشهورة طبية يعني الدكتور قيل لك تستخدميه وتستخدميه إمتى وكم مرة الشرط الثاني هو عدم التعود على استخدامه ومرة جديدة هقول لحضراتكم أن أضرار الإفراط في استخدام لبوس الجلسرين هقول لكم إيه هي أن أولا بيعودوا الطفل على الإخراج بوسيلة يعني بوسيلة مساعدة وده شيء خطر جدا لأن التبرز آلية طبيعية لا تحتاج لمساعدة الخطر الثاني لبوس الجلسرين إفراط استخدامه يعني أو فرط استخدامه أنه ممكن تكرار أو فرط استخدامه يعني من رد فعل عكسي في صورة إسهال أما الخطر الثالث وده خطر كبير جدا أنه ممكن مع فرط استخدامه فترات طويلة يضعف العضلات المسؤولة عن التحكم بكرر ما فيش مشكلة في استخدام لبوس الجلسرين لكن باعتدال جدا وفقط في الضرورة القصوى وأكيد بإشراف طبي وفي نفس الصياق فبرضه من الأخطاء بقى الشائعة استخدام الملينات بدون إشراف طبي وده برضه غلط جدا أولا لأن الملينات أنواع مختلفة منها الزيوت ومنها اللي في صورة أعشاب ومنها اللي في صورة أقماع اللي هي اللبوس ومنها الشراب كل حاجة من دول لها استخدام بطريقة مختلفة وبجرعات مختلفة وبحسب المرحلة العمرية سواء للأطفال أو حتى للكبار أنا بتكلم على الفكرة كمان للكبار دلوقتي ده أول سبب ثانيا الملينات ممكن تستخدم فقط يعني ممكن تستخدم فقط لإفراغ المستقيم في أحوال محددة أو ممكن تستخدم كعلاج لفترات مختلفة ده كله مش بيتحدد غير بالكشف الطبي بمناسبة الملينات عايز أقول بعض النصيح السريعة برضو عن الملينات لكن مرة دي بقى للكبار مش للأطفال النصيحة الأولى أن الملينات يفضل أنها تتخذ بالليل قبل النوم تحديدا يعني وده لأنها بتشتغل بعد فترة من 8 ل 12 ساعة خلاص النصيحة التانية أنه مش المفروض يتخذ أي دوة تاني بعد الملين أي دوة لمدة ساعة يعني لو حد بياخد دوة ضغط لو حد بياخد دوة سكر خلاص وخد ملين لازم يكون فيه فترة كده بينية ساعة دي نصيحة مهمة أوه النصيحة التالتة إن فيه أحد أنواع الملينات نوع مشهور قوي كياس كده وبيتسفج يعني بتحطي في البق ما بيتمضغش ولا حاجة يعني تشرب عليه مية تمام بياخد كده عن طريق الفم ده لازم نشرب عليه كمية كبيرة من المية يعني ده خلوا بالك وهو ما بيشتغلش غير كده لازم نشرب مية كتير وما بيتمضغش ولا حاجة خلاص ده يعني كتنصايح كده على الماشي الملينات بنسبة للكبار